حكومة الوفاق اللي مبارح اللي كان لفايز سراج اعلنت اعلان بقى انا قلنا مبارح بس ده الام التواصل الاتفاق مع قطر على ارسال مستشارين عسكريين لترابلس الليبيين اللي في الغرب اللي هم تابعين لفايز سراج قالوا ان احنا اتفقنا الحمد لله يا رب مع القطريين عشان يدونا المستشارين يا عم السراج هي قطر فيها مستشارين هي قطر فيها حد بيعرف الفرق بين الجيش البري والجيش البحري والقوات الجوية والقوات البحرية هي قطر فيها حد بيعرف حاجة عن الجندية مستشارين ايه هو واحد اللي بنتحق على بعض والله نكتة والله دي نكتة الموسم انه قطر بترسل مستشارين عسكريين لمساعدة الجيش او ما يسمى بالجيش الليبي مستشارين ايه وعندهم مستشارين انا بجد مش قادر مش قادر تخيل هو احنا ممكن نجدب الكتبة ونصدقها هو احنا ممكن نوصل في مرحلة تزييف الوعي عند الناس الى هذه الدرجة مستشارين قطريين هي قطر تقدر تحمي مش عايز اتكلم يعني والله عيب ده امير قطر ما اقجر ناس تحميه من بر امير قطر تمين ما عندهش جيش يقدر يحميه تقول لي امير قطر وقوات القطري ووزير دفاع قطر والجيش القطر عنده مستشارين بيبعثهم ليبيا بطلو ده واسمعو ده والله والله ده فعلا ده حاجة يعني نكتة الموسم والله التاريخ لن يرحم هؤلاء والله المرحلة اللي فيها السيولة اللي موجودين فيها دلوقتي التاريخ انا بقول ماذا سوف يكتب التاريخ عن قطر بعد عشرات السنين ماذا سوف يكتب التاريخ عن تمين وابوه وامه وما اقترفوه عن طريق قناتهم الجزيرة وفلسهم اللي ربنا حباهم بيها ربنا اداهم خيرات غاز وفلوس ومليارات عملوا بيها ايه ربنا والله هحسبهم والله والله سيحاسبوا سيحاسبوا في الدنيا والاخرة على ما قاموا به من تخريب وتدمير في بلادنا العربية وشراء زمم وتقديم رشاوة ودعم ارهابيين وشراء ارهابيين وتزييف وعي والله والله لا يحاسبنا على كل ما اقترفته ايديه في الدنيا والاخرة قطر قطر هي المخرب الاكبر في العالم قطر لديها منظومة بتشتري واحد عنده فلوسه بيخرب دوره التخريب ما بعرفش يا عمر كل ما كان فيه رجل قطرية فيها خراب اينما تحل الاموال القطرية اعلم ان الخراب قادر